طاعت سوريا ولو من بعيد أن تكسر رتابة الجلسة النيابية الثالثة التي يصح أن تسمى جلسة عدم نقاش البيان الوزاري فقد أودى الكلام عن الأحداث في سوريا بجلسة المحكمة والسلاح واستحضار الماضيين البعيد والقريب إلى الخروج عن الهدوء الذي سجل وكاد حدث قانص الظاهر يتطور إلى الضرب بالأيدي لو لا تدخل النواب ونداء الرئيس نبيه بر للحقول دون الاستضام بين النائبين فإننا نتوجه بالتحية والتقدير إلى الشعوب العربية المنتفذة على حكامها الدكتاتوريين وخاصة الشعب السوري الشقيق الذي يناضل من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وإننا في هذا المجال ندعو إلى احترام خيارات الشعب السوري ونطالب بوقف زمرة الشتامين والمطبلين بجي دورك تحكي يا لا تجيو بني لا تجيو بني لحظة يا عم يتحدث سوريا لحظة شوية لحظة شوية بحكي الكلام بحكي الكلام بحكي أبع من أمي بحكي دورك بتحكي بحكي دورك شرب إذن ومن منطلق إيماننا تحكي دورك هلا إيماننا هلا بتحكي يا إد ما بدك أخي إنتي رتاح إنتي يا ما بيصير دورة الرئيس يوضعني أنا عبد الرجال سميش إني دورة الرئيس أنا الحقيقة ما اسمعت كلمة الزميل عاصم أنصو لأنه قال مينو هالكلب اللي عم يتحدث هناك فأنا بدي يقول له هو الكلب مش أنا يا سبيل يا سبيل يا سبيل لا لايك بستغرب لايك يا خي يا سبيل لحظة لحظة إشارة إلى أن كلام الظاهر بعد عودته إلى مقعده أتى عقب همس النائب سامر سعاد في أذنه كتلة المستقبل ابتدأت الكلام بالنائب محمد الحجار خطيبا الذي سرد كل كلمات قاموس الرابع عشر من أذار وصفا وعرضا واستحضارا للقديم أما الجديد فهو اتهام الرئيس نجيب ميقاتي بالوقوف في منطقة لا موقف والاستمرار في الالتباس يعني دولته يتصرف على طريقة مخصنة ولا يريد أن يحدد موقفه من رفض طريق حزب الله الواضح والصريح تمويل المحكمة موقف سبق للحزب أن عبر عنه صراحة في مناقشات موازنة العام 2010 في الاجتماعات لجنة المال والموازنة أي أن دولة الرئيس نجيب ميقاتي ينقى بنفسه عن تحديد أي موقف ويجعل نفسه حكما بين طرفين ولا أتصور أبدا أن هذا الموقف هو رأي ناخبيه النائب حسن فضل الله لمح إلى محتوى ورقة الاتفاق التي كتبت بين الرئيس سعد الحديد وسيد حسن نصر الله مؤكدا حيازة الحزب لوثائق ستعرض عند الحاجة وإذ افتخر فضل الله أنه ينتمي إلى حزب السلاح دعا إلى نزع السلاح الذي استقبل به الرئيس ميقاتي في طرابلس يوم المعركة القريبة بين جبل محسن وباب التبيني من كان للحكومة رئيسه صحيح أن وقعها ثقيل وثقيل على من توهم أنها آلت إليه ولن تأول إلى سواه وأن البعض يتجرع مبدأ تداول السلطة وكأنه السم زعاف غضب أسود على التكليف وحنق على التشكيل وتحريض لحكومات العرب والغرب وكأنه استدعاء لأساطيل الأرض لحصار بيروت وحكومتها على ثقة محسومة الصور والبيانات التفصيلية عن المستهدفين الأربعة والتوقيت الموحد والعبارات المنطقات بثت نهارا جهارا ومع ذلك طبعا قبل أن يسلم القرار ربما ومع ذلك لأنه كان فيه اجتماع مع القاضي ومع ذلك المحكمة سرية والتحقيق ما حدا بيعرف فيه والأرار سري وما شابه نحن نعرف ما نسرب نعم إن جهازا أمنيا رسميا لبنانيا وزع هذه التفاصيل على أشخاص محددين عشية صدور القرار الأسماء والصور وأرقام السجل وتاريخ الولادة والأمتنى وما شابه لأن القرار هو صنيعة الدول والأجهزة وليس وليد عملية قضائية والذي لديه ما لديه عن المحكمة من وفائق وفضائح وتسييس كتلة التيار الوطني الحر دعت قوى السيادة والاستقلال إلى عدم الاستقواء بالقوى الإقليمية وطلبت من الدولة اللبنانية وضع حد لكل سفراء الدول وأستغل هذه المناسبة لأطلب رسميا من دولة الرئيس نجيب مقاطي ومن معالي وزير الخارجية بدعوة كل السفراء من دول شقيقة أو صديقة التزام المواثيق الدولية لجهة عملهم في وطننا فيطلبون إذنًا عندما يودون الاجتماع مع القيادات والشخصيات بالإضافة إلى التزامهم احترام إلزامهم احترام الأصول المرعية الإجراء لدى إدلائهم بالتصريح فقد أصبحوا يتبارون مع القيادات السياسية في الإطلالات الأعلامية ويدلون بمواقف تُعنى بملفاتنا الداخلية كأنهم أصبحوا نوابًا عن أمتنا النائب زياد أسود كان آخر المتكلمين بعد أن سحب النائب عاصم قانسو الكلمة وأعلن عن إعطاء ثقة لحكومة ميقاته ترجمة نانسي قنقر